اتعتقدون ان حياتنا الخاصة وعلى نطق أوسع حقوقنا الأساسية كمواطنين أوروبيين مهددة بالمراقبة الشاملة التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة؟ جزء من الجواب في محاولة لحماية الخصوصية يجب وضع سياسات وتشريعات لحماية المواطنين ليس هذا فقط نحن بحاجة أيضا إلى التساؤل عن علاقتنا مع التقنية الآن من الذي لديه المعلومات المادية؟ من الذي لديه البيانات المادية عن اتصالاتنا الشخصية؟ إنه سؤال أساسي لأن من هذه الحرية من هذا الحق الأساسي المتعلق بحماية الخصوصية تنشأ الحريات الأخرى على سبيل المثال إن كنت تعرف بأنك تخطع للمراقبة المستمرة لن تعبر بالطريقة ذاتها لا تستطيع أن تقول ما تعرفه عن رئيسك في العمل أو حكومتك إنك ستمارس الرقابة الذاتية ما حدث مع بريزم نظام التجسس بريزم هو ما يحدث مع جوجل والفيسبوك وأبل ومايكروسوفت جميعها مصدر عالمي للمخابرات الأمريكية للحصول على البيانات الشخصية ومضمون اتصالاتنا هذا يتطلب طرح استفسارات مهمة حول طبيعة البنية التحتية للاتصالات لدينا بما نثق ولماذا؟ وخاصة ماذا سيحدث لهذه البيانات بعد خمسة أو عشرة أو عشرين عاما؟ ما الذي يمكن أن يصبح ضدك في حالة الحصول على هذه البيانات؟ هذه القضايا تناقش حاليا في البرلمان الأوروبي لوضع لائحة جديدة بشأن حماية البيانات الشخصية إنها فرصة نادرة لأعضاء البرلمان الأوروبي تمكنهم من منح المواطنين أدوات جديدة تمكنهم من استعادة السيطرة على بياناتهم الشخصية لاستعادة السيطرة ومواجهة عمالقة الشبكة الأمريكية للإنترنت لن يمكنهم من تحديد التعامل البيانات المتحدة لهم اترحوا سؤالكم على موقعنا الإلكتروني أو على صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي